يعود رئيس الحكومة تمام سلام والوفد الوزري الذي رافقه في زيارته للسعودية بتأكيد من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أن المملكة ستواصل مساعدتها ودعمها للبنان في كل المجالات وأن الهبة المقدمة للجيش اللبناني لم ولن تتوقف وأكد الملك السعودي حرص بلاده على أمن واستقرار لبنان وأن السعي يجب أن يكون لانتخاب رئيس للجمهورية جلالته ركز على موضوع رئيس جمهوري أن يتوافق عليه اللبنانيون وأن يكون على علاقة جيدة مع الخارج بالنسبة للحكومة دعم للحكومة ودعم لدوت الرئيس تمام سلام الجانب السعودي شدد أيضا على تماسك الحكومة اللبنانية لمواجهة التداعيات السورية وفي هذا الإطار جرأ التطرق إلى بعض المواقف اللبنانية التي تناولت المملكة وأكد الملك سلمان أن مواقف حزب الله لا تؤثر في السياسة السعودية تجاه لبنان واصفا في المقابل الرئيس نبيه بري بأنه عاقل وحكيم الرئيس سلام شكر المملكة على دعمها للبنان مشددا على أهمية أن يستمر هذا الدعم على مختلف السعود وفي هذا الإطار كان لقاء بين الرئيس سلام ووزير المال السعودي إبراهيم عساف تناول ما يحتاجه لبنان في عدد من المشاريع ولسيما لناحية معالجة تداعيات النزوح السوري الشان اللبنانية المتعلق بأوضاع إرسال وجردها وبالتعيينات الأمنية جرى الحديث عنه في الغداء الذي أقامه الرئيس سعد الحريري على شرف الرئيس سلام والوفد المرافق وقالت مصادر إن هناك اتجاها لتمديد ولاية اللواء بصبوس في المدرية العامة لقوى الأمن وقال الرئيس سلام بالإمكان أن نتفاهم خلافا حول قضية وطنية ولكن من غير المألوف أن تتعرض حكومة للشلل من أجل موظف لم تتعطل حكومة اللبنانية قبل زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى المملكة العربية السعودية كي لا يقال إن التعطيل حصل وهو في بداية هذه الزيارة إلا أنه وبعد انتهائها فإن الحال قد اختلف وقد يكون التعطيل والشلل أسرع من المتوقع بسام أبو زيد جورج ليشع LBCI جدة